هل من السنة دخول كل أقارب الميت داخل الغرفة التي يجهز فيها وقد يؤدي ذلك للنظر بعورة الميت عم يختصر على أقرب الأقربين كالأب والابن والأخ مثلا وضحوا لنا ذلك وكيف كان الأمر في حياة السلف الصالح عند التجهيد لذلك الله خير لا بس أن يدخل أقارب الميت من رجال ونسى عليه وهو مسجى ومستور ليدعو له ويروه كما دخل أبو بكر الصديق قضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى كشف عن وجهه وقبله فلا بس بذلك مع كون الميت مستورا ومسجا نعم